وهو لا يزال في الطريق بوادي ذفران خبر العير الذي نجى وقريش التي قدمت ونظرا إلى هذا التطور الخطير عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا تبادل فيه الرأي معامة جيشه وقادته وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ فقال فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله بهذا الكلام وارتحل من ذفران حتى نزل قريبا من بدر وهناك أقام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم وكان على المسلمين طلا طهارهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض فتحرك رسول الله ليسبق المشركين إلى ماء بدر فنزل في المساء أدنى ماء من مياه بدر وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير عسكري قال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من أهل القريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي فنهض رسول الله حتى أتى أقرب ماء من العدو فخرب البئر الذي ناحية الكفار حتى لا يشربون وحصن البئر الذي ناحية المسلمين ثم بات المسلمون ليلتهم يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صبحا أما قريش فقدت ليلتها في معسكرها بالعدوة القصوى ولما أصبحت أقبلت في كتائبها وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة فدار عمير بفرسه حول المعسكر ثم رجع إليهم فقال إنهم ثلاثمائة رجل يزدون أو ينقصون قد رأيت يا معشر قريش البلاية تحمل المناية نواضح يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم فإذا أصاب منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فانظروا رأيكم حينئذ قامت معارضة تدعو للعودة إلى مكة دون قتال لكن تعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة وحمس القوم على الحرب في كبر وخيالاء واستوثقوا جميعا على ما هم عليه من الشر وبرز المشركون للمسلمين وتراء الجمعان حينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحدك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أهلكم الغداء وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي الذي أراد أن يشرب من البئر حينها خرج إليه حمزة رضي الله عنه وحين التقيا ضربه حمزة فوقع على ظهره وظل يزحف حتى يصل إلى البئر لكن حمزة ضربه ضربة أخرى وهو داخل الحوض وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش وهما عطبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عطبة فنادى مناديهم يا محمد خرج لنا أكفى عنا من قومنا الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث ويا حمزة ويا علي فبارز عبيدة عطبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة وبارز عليون الوليد فأما حمزة وعلي فلم يمهل قرينيهما فأطاح بهما أرضا وأما عبيدة فقد اشتد بينه وبين عطبة القتال وضرب كل منهم الآخر ضربات قاتلة إلى أن أتى علي وحمزة وأخذ يكرران الضربات على عطبة حتى مات واحتمل عبيدة وبه رمق لإسعافه تخطوا الإعلان سريعا وإذا وجدتم ما يخالف الدين غضوا أبصاركم فكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة للمشركين إذ فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد فتلقى المسلمون هجمات المشركين المتتالية وهم ثابتون في مواقعهم مثخنين في أعدائهم وألحقوا بالمشركين خسائر فادحة فدعا رسول الله وقال اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا وأوحى الله إلى ملائكته إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وأوحى إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فقال رسول الله أبشر يا أبا بكر سيهزم الجمع ويولون الدبر ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريش وقال شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومخراه وفمه من تلك القبضة فكانت معجزة عجيبة يشيب لها الناظر وفي ذلك أنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وحينئذ أصدر النبي إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة فقال شدوا وحرضهم على القتال قائلا والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة وقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وحين أصدر رسول الله الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هاجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه فقام المسلمون بهجوم كاسح شرس فأخذوا ينخلون الصفوف ويقطعون الأعنار وزاد عدد المسلمين لما رأوا رسول الله يثب في الدرع وقد تقدمهم فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه وهو يقول في عزة وتوكل سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرهم الله من ملائكة فقال الصحابة يومها تقطع رأس الرجل لا ندري من ضربه وتقطع يد الرجل لا ندري من ضربها وقال علي قال لي رسول الله يوم بدر ولأبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال كل ذلك كان يشاهده إبليس في الترقب وكان قد جاء في صورة سراقة المدلجي وأقبل يحمل راية الشرك ومعه جنود كثيرة من الشياطين لكنه حين رأى فعل الملائكة بالمشركين ورأى جبريل ينزل بنفسه فصرخ قائلا إني أخاف الله وترك قريشا وجيشه من الشياطين وفر هاربا نحو البحر لينجو بحياته وأخذ الجميع المشركين في الفرار والانسحاب وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة لكن الطاغية الأكبر أبو جهل فرعون هذه الأمة لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه حاول أن يصمد في وجه هذا السيل لكن عاصفة هجوم المسلمين أطاحت بكبريائه حينئذ ظهر ورآه المسلمون دون أي حرسة وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين من الأنصار قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إني لفي الصف يوم بدر فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن فقال لأحدهما سرا من صاحبه يا عم أرني أبا جهل فنظرت في الناس إذا بأبي جهل يجود فيهم فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه فانقضى عليه كالصاعقة وهو على فرسه فضربه الأول في نصف ساقه فقطعها فسقط أبو جهل عن فرسه فضربه ضربا شديدا لكنه ظل يعاني من جراحه ولم يمت حينها انفرط عقد المشركين وقتل منهم سبعون وأسر سبعون آخرون ففروا مذعورين في الشعاب والوديان وولوا هاربين لا يلون على شيء وانتهت المعركة بنصر ساحق للمسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل فتفرق الناس في طلبه فوجده عبد الله بن مسعود وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة وقال أحزاك الله يا عدو الله فرد عليه أبو جهل إيمن الدائرة اليوم لله ورسوله وللمسلمين وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز بن مسعود رأسه انتهت المعركة بهزيمة ساحقة للمشركين وبفتح مبين للمسلمين وقد استشهد في تلك المعركة أربعة عشر رجلاً أما المشركون فقتل منهم سبعون وأسر سبعون وأمر النبي بحفر قليب فألقي فيه قتل المشركين ثم جاء النبي إلى القليب بعد ثلاثة أيام فوقف على شفيره وأخذ ينادي زعماءهم بأسمائهم ويقول هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقاً فإني وجدت ما وعدني الله حقاً وفر من باقي من قريش صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلاً وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي فقالوا ما وراءك؟ قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وأخذ يعد أشرف قريش الذين لقوا مصرعهم على يد أبطال المسلمين كان أبو لهب قد تخلف عن بدر فلما علم بموت صنادد الكفر كبته الله فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى أصابه الله بالعدسة فجمع الله عليه البلاء والعذاب النفسي والبدني فتركه أبناؤه يومان أو ثلاثة ما يدفناه حتى أنتن فقال لهما رجل ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته؟ فقال إن نخشى هذه القرحة وكانت قريش تتقل عدسة مثل الطاعون فقال لهما انطلقا فأنا معكما قال فوالله ما غسلاه إلا قذفا بالماء من بعيد ثم احتملوه فقذفوه في أعلى مكة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة حتى ردموه قبحه الله في النار ولما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله بشيرين إلى أهل المدينة ليعجل لهم البشرى وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعات الدعاية الكاذبة حتى أنهم أشاعوا خبر مقتل النبي ولما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبا القصواء ناقة رسول الله قال لقد قتل محمد وهذه ناقته نعرفها وقد هزم المسلمون فلما بلغ الرسولان أحاط بهم المسلمون وأخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكدوا من نصر المسلمين فعمت البهجة والسرور واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا وحين وفد النبي إلى المدينة أخذ يعالج أمر الأسرى فقد أسر المسلمون من الكفار سبعين أسيرا فاستشار النبي أصحابه في أمرهم أن يقتلون أم يفادون بالمال فقال عمر اضرب أعناقهم يا رسول الله فقد كذبوك وأخرجوه فأعرض عنه النبي ثم عاد إلى قوله طالبا المشورة فقال أبو بكر نرى أن تعفوا عنهم وتطلب الفداء فما للنبي لرأي أبي بكر لكن الله أنزل في حكم الأسر الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم فوافقت هذه الآية رأي عمر وهو قتل الأسرى وأنزل الله عذر النبي وأبي بكر فقال لولا كتاب من الله سبق وأنزل في الأسرى قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ولقد كان لأهل بدر شرف عظيم وفضل كبير فقد قال النبي لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية فرضي الله عن أهل بدر وعن كل أصحاب النبي وصلى الله على معلم وقائد هؤلاء الأشاوس الأبطال